التاريخ المزور وهو من منطقة الشوية في حين كان أحرار الشوية ورجال الشوية وعلى رأسهم مصطفى مبو العيد وإخوانه كانوا يحذرون لاندلاع الثورة واندلعت الثورة وقاوموا وقاتلوا وقتلوا كان خالد نزار يتحذر للالتحاق بجيش الاحتلال ويظل في جيش الاحتلال إلى نهاية 58 بداية 59 حينما أمرهم بير ميسمر بالالتحاق بالثورة لاختراقها لو كان الشعب الجزائري يعرف التاريخ الحقيقي لخالد نزار هل كان يسمح لها ويكون وزير دفاع ثم يفتح علينا أبواب الجحيم لو كان شعب جزائري يعرف حقيقة محمد العماري اللي اعترف سنة 2001 إلى مجلة فرنسية يقول لهم أنا نعم أنا أيضا قمت بلا باطايدالجي كنت من الجهة الأخرى كان معالي بارا ضد علي لابوانت وإخوان علي لابوانت العربي بن مهيدي وإخوان العربي بن مهيدي اللي قادوا ثورة أو لا باطايدالجي معركة الجزائري لو كان الشعب الجزائري يعرف أن محمد تواتي اللي كانوا يسموه المخد تعالجيش ظل حركي وظل يقاتل من أجل ريبيبليك فرنسيز حتى مارس 62 هل كان يسمح بأن يصبح هذا أحد كبار قادة الجيش محمد العماري بالمناسبة أصبح أكبر قائد للجيش في 1 نوفمبر 94 بمناسبة الذكرة الأربعين لاندلاع الثورة اللي كان هو يقاتل ضدها التاريخ أساسي جوهري التاريخ معرفة الحقيقة جوهرية الشعوب التي ليس لها تاريخ أو تاريخ مزور تخدع وتدفع الثمن غالي تنقية التاريخ من التزوير وإعادة طرح الحقاق كما هي وإظهار الحقيقة وإبطال الباطل ضروري الذين قدسوهم وجعلهم مقدسين وهم كانوا في جيش الحدود بينما الذين شيطنوهم وبعضهم حتى حينما كان في القبر كانوا يشيطنونه كانوا يقاتلون في الداخل أو في الخارج من بين مقولات الأخضر بورجع لبومديان ومن هنا بدأ الخلاف قالوا أنا لا أعترف بك كقائد للجيش وأنت التي قضاء وأنت الذي كنت تنام بالبيجاما سبع سنوات وتأكل كرواسون كل صباح نحن كنا نكونوا يحشيش في أكثر الأوقات صناعة الأصنام لا تصنع مجتمعات صحية وصحيحة إنما الحقيقة هي التي تصنع الدول القوية والشعوب القوية والمجتمعات القوية والحقيقة تأتي بداية من التاريخ الصحيح وليس التاريخ المزور ترجمة نانسي قنقر